صباح كل يوم يواجه طلبة ريف محافظة المهرة تحديات كبيرة في الوصول إلى مدارسهم حيث يتعين عليهم قطع مسافات طويلة وسط تحديات كثيرة نقص الكادر التعليمي وضعف البنية التحتية بالإضافة إلى إنعدام الإمكانات كلها عوامل تساهم في تدهور مستوى التعليم في هذه المنطقة النائية من 2017 نحن مساكنا الإدارة إلى اليوم 2024 لم نحصل على أي دعم من التربية من حيث الإطافات صفوف أو مختبر هذا لا يوجد في المدرسة ونحن بحاجة يعاني الطلاب والمعلمون من تباعة هذه الأزمة أحلامهم تتلاشى وطموحاتهم تتضاءل فهم يطالبون بتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات مثل الكتب المدرسية والأدوات التعليمية والفصول الدراسية المجهزة والمعلم يعاني أكثر المعاناة لأنه الراتب قليل وإيجارة تصبحت مرتفعة وغلاء الأسعار لكننا لا نزال واقفين في الميدان ونؤدئ واقبنا في أثمان واقفه ولكن نتمنى أن تقوم السلطة المحلية والمحافظة أن يلفت اهتمامه بالنظر إلى هؤلاء المعلمين يعني نظرا لقلة الرواتب القليلة غسان سالم علي أحد المعلمين الذين التحقوا للتدريس في هذه المنطقة منذ نحو 16 عاما فعلى الرغم من التحديات الكبيرة إلا أنه يناضل لتقديم أفضل ما لديه للطلبة طبعا الصعوبات التي تواجه المعلم هي كثيرة وأهمها هي الحياة المعيشية خصوصا أن المعلم يتقاضى راتب شهريا بسيط وأيضا عدم استطاعة المعلم أن يقوم بعمل آخر ليحسن وضعه والشيء قال بأن هناك بعض المعلمين يأتون من مناطق بعيدة ويعانوا للترحال والسفار كل يوم يؤاني غسان ومثله الكثير من المعلمين من انقفاض الراتب مع تزايد تكاليف المعيشة مما يجعله يبحث عن طرق إضافية لتحسين وضعه المالي ومع ذلك يستمر في أداء واجبه التعليمي بشغف تحديات كبيرة تواجه هؤلاء الطلبة والمعلمون هنا في ريف المهرة من تدهر البنية التحتية وغياب وسائل التعليم المناسبة بالإضافة إلى شحة الإمكانات التي تؤثر على مستوى تعليم الطلبة وعيش المعلمين ياسر محمد لقناة بالقيس المهرة